موسيقى اهلا بكم مشاهدين ملحمة طوفان الاقصى لم تكن بداية مواجهة الاحتلال ولا تكون نهايته هي النضال شعب فلسطيني باكمله على مساحة الوطن كل الوطن ففي غمرة العدوان على غزة تأتي عملية في القدس لتؤكد ان الصراع عمره من عمر الاحتلال وان المقاومة ليست مختصرة على طرف وان القتال لنيل الحقوق هو دفاع عن النفس وحب الحياة لكن ليس اي حياة موسيقى مشاهدين نجدد الترحيب بكم وايضا سيكون معنا ضيوف بهذه الساعة من التغطية لكن اولا نبدأ من الميدان من مراسل الميادين الزميل اكرم دلول في رفح ليطلعنا على اخر التفاصيل والمعلومات لديه تفضل اكرم يعني نبدأ من المستوى الميداني المتعلق بضربات المقاومة محمد حقيقة وككل مرة نتحدث فيها نحن نشير الى اننا امام معجزة كبيرة تحققها المقاومة الفلسطينية التي تتصدى لاعتى قوة غاشمة ما زالت تنهال على المدنيين العزل في هذه البقعة الجغرافية الصغيرة قطاع غزة نتحدث عن ان كل امال الاحتلال بتدمير المقاومة الفلسطينية هي وهم وصراب وهي يعني ربما عبارة عن اوهام وتتبدد هذه الاوهام يوما بعد الاخر وبالتالي دعنا نبدأ كما اشرت من التطورات المتعلقة بضربات المقاومة انطلاقا من شمال قطاع غزة هذه المرة حيث اعلنت قبل قليل الوية الناصر صلاح الدين التابعة للجان المقاومة الشعبية انها قصفت المواقع والتحشيدات العسكرية الاسرائيلية الواقعة في شمال قطاع غزة برشقة صاروخية تحديدا صواريخ من نوع 107 وكذلك نتحدث عن المعارك الطاحنة حقيقة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية مع قوات الاحتلال على محور حي الزيتون هذا الحي الذي يعتبر واحدا من الاحياء التي كانت قد توغلت فيها سابقا الدبابات الاسرائيلية تقع في الجنوب الشرقي من مدينة غزة وبالتأكيد منطقة الزيتون هي واحدة من نقاط الاشتعال الكبير الآن التي تتعرض فيها قوات الاحتلال لضربات قاسمة وهذه الضربات تشير الى ربما انتكاسة استخباراتية كبيرة على اعتبار ان جيش الاحتلال كان قد توغل كما اشرت في هذا الحي وبالتالي كان قد تحدث عن احكامه السيطرة على شمال قطع غزة بما فيه حي الزيتون وتدمير القدرات العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية وفق ما ترد الينا من انباء فان المقاومة من شارع الى شارع ومن زقاق الى زقاق في كل مناطق حي الزيتون التي تتوغل فيها الدبابات الاسرائيلية انطلاقا من محور دولة ووصولا الى المحاور القريبة من مفرقة الكويت وايضا محور شارع ثمانية كما يوصف هنا محليا وبالتالي امام الضربات التي تسددها المقاومة الفلسطينية لجيش الاحتلال وامام رصد المقاومة لطائرات اسرائيلية تنقل جرحى وقتل نتيجة هذه الضربات نحن نتحدث عن مجازر في المقابل للأسف وكعادته جيش الاحتلال يرتكبها بحق الابرياء العزل وبالتالي هذا يقودنا للحديث عن الغارات الجوية الاسرائيلية واسعة النطاق وكذلك القصف المدفع العشوائي الذي ينهال على منازل الامنين وهناك معطيات تشير الى شهداء وجرحى بالعشرات ما زالوا محاصرين داخل البنايات التي تمنع قوات الاحتلال سيارات الاسعاف من الوصول اليها أكثر من مناشدة تردنا بشأن وجود ضحايا وأيضا وجود جرحى وعدد من الجرحى يفقدون حياتهم بعدما يصر الاحتلال للأسف الشديد رغم موجود بعض التنسيقات على المماطلة في السماح لسيارات الاسعاف بالوصول الي هذه المناطق تحديدا في حي الزيتون كذلك في جباليا قبل قليل علمنا أن هناك غارة اسرائيلية استهدفت سيارة تتبع للشرطة الفلسطينية المدنية شرق المخيم الحديث يدور عن شهيد وعدد من الجرحى والمصابين إسرائيل إذن تسعى لخلق حالة من الفوضى وعدم الأمان لدى أهالي قطاع غزة لا تكترث بعمليات القتل فقط أو لا تقتصر في عدوانها على عمليات القتل للمدنيين وحرب الإبادة وأيضا حرب التجوية التي تمارسها بحق الأبرياء والآن للأسف شديد تسعى قوات الاحتلال لخلق حالة من الفوضى لكن الفلسطينيين في غزة يعون ذلك أو يدركون النوايا الإسرائيلية وبالتالي عادة ما يفشلونها من خلال مزيد من الصمود والثبات والالتفاف حول المقاومة وسط القطاع كذلك في التطورات الميدانية ما زال يتعرض إلى القصف المدفعي تحديدا في شرق البريج والمغازي كانت هناك سلسلة عنيفة من الغارات استهدفت منازل مأهولة بالسكان في دير البلح والزوائد والنصيرات الأمر الذي أدى منذ الليلة الماضية وحتى اللحظة فقط إلى استشعاد 30 فلسطيني عدد كبير منهم من الأطفال ومعظمهم أيضا من النازحين الذين شردتهم آلة الحرب الإسرائيلية أما خان يونس فلا زالت أيضا عرض للإستهداف والقصف الإسرائيلي فيما مشفى ناصر ما زال يأنه تحت وطأة الحصار وفيه 120 من الجرحى والمرضى والأطفال الخدج كلهم بصيرهم في خطر نتيجة منع الاحتلال إدخال كل مقاومات الإلاج والحياة بما فيها الغذاء والطعام والشراب في رفح كذلك هذه المنطقة التي يفترض أن تكون آمنة كانت الليلة الماضية ليلة عصيبة ليلة قاسية وصعبة تم استهداف خمسة منازل على الأقل تم استهداف مسجد الفاروق هذا المسجد بالمناسبة حينما رصدنا صور القصف الإسرائيلي في محيطه نحن نتحدث عن عشرات البنايات السكنية التي تعرضت إلى التدمير الممنهج بمعنى أن إسرائيل تواصل استخدام الأسلحة المحرمة دوليا بحق الأحياء السكنية المدنية حتى في رفح وهذا يقودنا للحديث عن مآلات الأمور وخطورتها في حال نفذ الاحتلال وعيده بشن عدوان واسع النطاق تحديدا عدوان بري على مدينة رفح تسع مجازر ارتكبت إسرائيل بحسب المصادر الطبية في الساعات الماضية راح ضحيتها 97 فلسطيني كل هذا أيضا يأتي في غمرة المأساة الإنسانية التي يعانيها حتى منهم لجأوا إلى وسط قطع غزة وجنوبه في هذه المناطق التي يدور الحديث عن أن عدد المصابين فيها بالأوبئة والأمراض قد تجاوز 700 ألف فلسطيني وهؤلاء جميعا يعني كلهم الآن عرضة لخطر المجاعة إلى جانب ما يجري في شمال قطع غزة المجاعة لا تقتصر على الشمال وإن كانت أشد وأصعب وأقصى هناك إلا أن وسط وجنوب القطع كذلك لا تصل إليه المساعدات الكافية التي يمكن أن تسد رمق العائلات الجوعة التي افتقدت كل مقومات الحياة وبادت الآن تفتقد حتى مصدر الدخل وبالتالي يعني عدد كبير من الأهالي باتوا في حيرة من أمرهم من يعني هو على قيد الحياة الآن لا يمكن له أن يتدبر ولا وقود أطفاله اليومي على اعتبار أن كل الأسواق يعني خاوية من البضائع والسلع نحن نتحدث عن أن الشهر الخامس على التوالي من العدوان لم تدخل فيه لا فواكه ولا لحوم لا حمراء ولا بيضاء ولا يعني حتى الأغطية والمستهلكات الحياتية اللازمة لحياة الإنسان بشكل يومي وبالتالي يعني إسرائيل تمارس حربا تطال كل مناح الحياة هنا في قطاع غزة للأسف شديد شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات الزميل أكرم دلول مراسل الميادين في غزة كنت معنا من رفح الآن معنا عبر الهاتف السيد أحمد عبد الرحمن الكاتف الشؤون السياسية والعسكرية معنا من غزة مرحبا بك أستاذ أحمد وقبل أن نبدأ الحديث معك نرحب أيضا بضيفنا من إسطنبول الدكتور أحمد الحيلة الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني مرحبا بكما نبدأ منك أستاذ أحمد لتكون معنا بمداخلة في هذه التغطية نريد أيضا أن نسأل عن التطورات الميدانية خصوصا في حي الزيتون قبل قليل كان يتحدث الزميل أكرم دلول هناك تصدي أسطوري من قبل المقاومة لقوات الاحتلال وهناك خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال اتحياتي لكم وللمشاهدين الكرام أنا أقف في الحقيقة على تقوم حي الزيتون يعني أنا من سكان حي الزيتون في الأساس ومن قلب الحي يعني البيت يتواجد في قلب المنطقة التي تحدث فيها العملية العسكرية الواسعة بين مزدوجين يعني قوات كبيرة لم نعهدها حتى في التواغلين السابقين قبل شهرين في الزيتون لم تكن بالضراوة التي نشهدها الآن عدد القوات كبير جدا يعني لما نشهده أيضا نحن نتحدث عن حوالي من 500-600 جندي من المشاه المضرع ففير المشاه مضرع كامل يحاول التقدم من الناحية الجنوبية لحي الزيتون حوالي 70 دربابة بين دربابة وآلية وجرافة إضافة إلى الطيران الذي لا يفارق سماء حي الزيتون تحديداً وأيضاً منطقة تبروكمان وهي جنوب شرق الشجاعية ولكن ربما التركيز أكثر في حي الزيتون أكبر أحياء مدينة غزة وأكثرها السكاناً أيضاً نحن في اليوم الثالث للتوغل أو محاولة التقدم في حي الزيتون كان هناك توغل من ثلاث جهات غربية وجنوبية وشرقية حتى الآن حتى الآن أنا يقف تماماً على تقوم الحي يعني لا أكد أبال غدفوت أنني أرى ما يحدث فيه يعني وأعرف تماماً ما يحدث بداخله حتى الآن القوات الصهيونية لم تنجح في التقدم إلى ما بعد منطقة دولة المعروفة هنا مخترق دولة ودوار دولة معروف جداً على شرع صلاح الدين التمركز الأساسي كان عنده يعني السواتر الطرابية لحماية الدبابات موجودة عنده حاولت الدبابات التوغل الأمس وأول أمس إلى عمق منطقة الزيتون إلى مسجد صلاح الدين ومحطة دلول البترول هذا يعرفها طبعاً أهل الزيتون تماماً وحتى سكان القطاع حتى الآن لم تنجح تتوصول إلى هاتين المنطقتين ما اضطرها صباحاً وهذا كان غريب ربما مناورة إلى التراجع على السواتر الأساسية يعني إلى بعد أن وصلت إلى شارع المصطوط شارع مهم ونسفت حوالي ثلاث عمارات فيها عمارات كبيرة طرعت إلى التراجع على شارع ثمانية وما بعد الشارع رقم ثمانية التصدي كما تفضلت المصطوري هنا هناك خسار كبير على مستوى الآليات ربما نسمع نحن هنا ونعرف من الخبرة أن تنفجر في كثير من الأوقات في عبوات ناحية فهذا لم تكن تستخدم ولم تستخدم بكثرة أثناء هذه الحرب ولكن ربما في الزيتون هناك ميزة هناك ميزة الأراضي الزراعية هناك ميزة بالشوالع الكبيرة وهذه تسمح بالزرع كما يبدو عكرياً أتحدث تسمح بزراعة عبوات جانبية وهي التي تستهدف الدبابات والجرفات وأيضاً القناصين حسب شهود عيان أنقل عنهم أكثر من قناص ثم إثابتوا من قناصين المقاومة يعني العكس الذي حدث وهناك يبدو لدى المقاومة فيديوهات ربما تنصرها أو نشرتها أنا لا أعرف أن هناك بيوجد للأسر كهرباء ولكن حسب كثير من المعلومات المقاومة تمكنت من استهداف أكثر من قناص إخرايلي لتأيامة الشرع المصطف وإذن على شرع فلاحظين في المجمل الفشل والإخطاق حتى الآن أتحدث ثلاثة أيام من القصف والقصف الجو العنيف والأحزم النارية العنيفة التي استمرت قبل قليل أنا قريب جدا هناك تم اتحداث لا أعرف اللي هو بيت اللي هو الشارع حتى الآن هناك منذ الصباح حوالي شفة شهداء في الشوارع الخلفية لحي الزيتون أيضا قصفتهم طائرات الاستطلاع ولكن كما قلت لك السماء الأقلب على ما يحدث في حي الزيتون الآن هو التفضل البطوري والأسطوري والذي يمنع قوات الاحترار رغم أكثر من 70 آلية كما قلت وهذا عدد كبير جدا من التقدم باتجاه عمق حي الزيتون شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد عبد الرحمن الكاتب في الشؤون السياسية والعسكرية على هذه المداخلة كنت معنا من غزة بالعودة لك دكتور أحمد الحيلة وأنت الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني معنا من إسطنبول نرحب بك ويعني قبل الحديث وأن نسألك عن الأمور الميدانية أو حتى قبل الدخول بالملف السياسي وخصوصا محكمة العدل الدولية وتحليلك ونظرتك للأمر نريد أن نسألك عن مفاوضات القاهرة بداية أين وصلت سيد اسماعيل هنية على رأس وفد في القاهرة هل هناك أي تقدم بهذا الملف أعتقد أستاذ محمد أن الملف هذا أصبح في مرحلة معقدة جدا فاسماعيل هنية ذهب إلى وفد القاهرة ثم جاء المستشار الرئيس الأمريكي بايدن السيد مكورك إلى القاهرة ثم إلى تلبيب والآن الحديث يدور عن اجتماع رباعي سيعقد في باريس وهذا يوضح بأن المسألة ليست بالسهلة وأن اللقاءات التي تجري في القاهرة معقدة والتعقيد يبنى على موقف الاحتلال الإسرائيلي فإلى اللحظة لحد الساعة بنيمين نتنياهو يصر على فكرة إطلاق صراحي الأسرى الجنود والضباط لدى حركة حماس مقابل ثلاثة أسرى فلسطينيين مع التأكيد على استمرار العدوان على قطاع غزة ورفض الإعمار ورفع الحصار وهذه قضايا لا يمكن لأي طرف أو أي عاقل أن يقبل بأن يعطي الاحتلال الإسرائيلي ورقة قوة بيده وهي ورقة الأسرى وإعطاهه الدول الأخضر للاستمرار في العدوان اللي بدأ الجماعية ما العقادة الذي سيجري في باريس أعتقد أنه مرحلة ستكون ليست سهلة ستكون معقدة لأن الاجتماع في باريس سيناقش ما بين الأطراف الأربعة بمعنى مصر وقطر وسطة والولايات المتحدة الأمريكية بوجود رئيس السياي بيرنز مع وجود برنياع رئيس المساد الإسرائيلي بغياب حركة حماس وهذا يعني أن ما أفضى إليه اتفاق باريس والتعديلات التي طرحتها حركة حماس ومن ثم الموقف الإسرائيلي المتعنت والمصر على الاستلام الأسرة دون تقديم أي أثمان سوى تسهيل بعض ما سماه تكثيف الإغاثات الإنسانية على قطاع غزة هذا يعني أننا خرجنا من مرحلة تقريبا شبه فاشلة سيذهبون إلى مرحلة ثانية بانعقاد في باريس من الصعب التكهن بمخرجاته لكن بلا شك أن المفاوضات تكون أيضا معقدة لأن هذا سيأخذ وقتا إلى حين أن يتفقوا على بعض نقاط جديدة في باريس ثم ترحيلها إلى حركة حماس لمناقشتها مع فصل المقاومة وهذا يعني أننا سنقبل على شهر رمضان والأمور في حالة من المراوح إن صح التعبير يعني دكتور المفاوضات في باريس سوف لن تكون حاسمة أليس كذلك؟ أنا أظن أن المفاوضات في باريس ستقدم تصور جديد بناء على ما أفضت إليه مجريات الاتصالات خلال الفترة الماضية هل المخرج الجديد سيكون مراعيا لمتطلبات الحقوقية والطبيعية للشعب الفلسطيني لأن أستاذ محمد عندما تحدث الطرف الفلسطيني وخاصة حركة حماس عن وقف العدوان ونسحام جيش الاحتلال ورفع الحصار وإعادة السكان إلى بيوتهم هذه ليست اشتراطات سياسية تعجيزية وإنما هذه حقوق طبيعية يفترض أن تكون لحق يعني حق لأي شعب أي أن كان في أي أرض كانت وبالتالي هذا يوضح بأن طرف الاحتلال الإسرائيلي لديه أهداف بعيدة المدى متعلقة بمستقبل قطاع غزة ومستقبل وجود المقاومة أساسا وبطبيعة السلطة التي يمكن أن تدير قطاع غزة وهذه ملفات أعتقد أنها معقدة لأنها تبنى على سياسة الأمر الواقع بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي وهو الذي لحد اللحظة غير قادر على فرض هذا الواقع لأن الواقع يقول بأن الاحتلال الإسرائيلي فشل في تحقيق أهدافه في قطاع غزة ولا زال الشعب الفلسطيني صامد ولا زالت المقاومة مستوى أدائها مرتفع ومتواصل نعم طيب لحين عودة الاتصال معك دكتور سنتابع مشاهدين هذا الفيديو لحين إصلاح الاتصال حيث قبل قليل نشرت ألوية الناصر صلاح أدين هذا الفيديو وهي تستهدف مواقع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة نتابع شكرا لعباوille اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وقبل ذلك في باريس وكان هناك تراجع يعني هناك سياسة اسرائيلية تجاه المفاوضات غير واضحة والواضح هناك خلاف حتى داخل مجلس الحرب البعض يعصبها برأس نتانيو ويقول هو من يريد ان يعرقل وكأنه الصورة ضبابية ليس كذلك؟ نعم انا كنت اقول ان انعقادة الاجتماع باريس القادم خلال الايام القادم هذا يعني بان محطة القاهرة لم تنجز ما اراده الوسطاء وهذا يؤكد على مستوى التعقيد الذي هو يرتبط حكما بموقف الاحتلال الاسرائيلي الذي اشرت له اليوم بن يمين نتانياهو يتبنى مواقف التيار اليمين المتطرف الذي يتزعمه سموتريتش وبن كفير كوزراء في حكومة الكابنت اذا هذا الاستعصاء الجاري عقدة موجودة في تعنت الموقف الاسرائيلي بن يمين نتانياهو لحد اللحظة وكأنه يريد ان يقول ان سياسة الامر الواقع الفعل العسكري على الارض عملية الابادة الجماعية التهديد والتلويح باجتياح مدينة رفح وإيقاع المزيد من الخسائر في صفوف المدنيين مزيد من الضغط كما يقول وزير الحرب جالان بانه يمكن ان يفضي الى اطلاق صراحي الاسرة وان يغير المعادلة في قطاع غزة لكن هذا الكلام على اهميته لا زال بعيدا جدا جدا عن الواقع لاننا اليوم نتحدث اذا كان في بجال العسكر نتحدث ان الاحتلال الاسرائيلي ليس فقط فشل في تحقيق اهدافه بل ان كل الاحاديث التكتكية التي كان يتحدث عنها بانجاز المهمة في محافظات شمال قطاع غزة ومن ثم في مدينة غزة وانه يتجه الى مدينة خانيونس والتي تحدث بانه خلال ثلاث نعم بسمبر كانون الاول بانه يمكن ان ينجز مهمة القضاء على حركة حماس وان يعيد الاسرة نحن نتحدث عن معركة مستمرة في خانيونس هذه احد كاحد الشواهد مستمرة لشهرين ونصف الشهر وهذا يؤكد ان الاحتلال لا يستطيع لحد اللحظة ان يحقق اهدافه لكن التطرف الذي التطرف السياسي والتطرف الاديولوجي وان نسميها شيوع ثقافة المقامرة لدى هؤلاء اليمينين المتطرفين يعتقدون بان مزيد من الضغط مزيد من القصف مزيد من القتل المدنيين يمكن ان يتحول الى ضغط على المقاومة وعلى حركة حماس وبالتالي ترفع البيضاء وتستسلم ويمكن ان تذهب باتجاه تسليم الاسرة لديها لكن انا اعتقد ان هذا اتجاه غير واقعي وغير منطقي لان هذا شكل من اشكال رفع البيضاء والاعدام والقبول بان يكون الاحتلال الاسرائيلي سيد الارض وسيد الاجواء ويتصرف كما يشاه في قطاع غزة وان ينهي حتى القضية الفلسطينية ولذلك انا اقول انه ما يجري في باريس او ما سيجري في باريس بلا شك سيكون متوقفا عند عديد من النقاط الشائكة بين الطرفين طيب دكتور ويعني انت بدأت حديثك بالمداخلة الثانية قلت معناه مباحثات القاهرة لم تنجز شيء طيب نريد ايضا ان نسأل عن الاسباب هل اولا كيف يمكن ان نفسر كلام وزير الخارجي المصري في برلين ما تأثير او كيف اثر ذلك على الوساطة انا اعتقد تصريحات الوزير الخارجي المصري السيد سامح شكري كانت تصريحات غير موفقة وغير دبلوماسية يعني مصر اذا تجنبنا الحديث عن البعد القومي والبعد الوطني والامن القوم المصري وعلاقة تاريخية والحاضر والمستقبل ما بين فلسطين وما بين مصر وهذا التاريخ والحاضر المشترك حقيقة كوزير خارجية ان يذهب باتجاه التساوق مع تصريحات سيبي لبني ووزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة عندما قالت واشارت بشكل واضح في مداخلتها بان حركة حماس المشكلة ولا يمكن ان تكون حلا او جزء من الحل ويذهب سيادة الوزير شكري ليقول بان حركة حماس لا تمثل الاغلبية التي تجنح الى السلام ويضيف اكثر من ذلك بانه يطالب محاسبة الدول التي تدعمها اذا السيد سامح شكري بشكل او باخر قاصدا او غير قاصد هو وكأنه يتماهى مع الموقف الاسرائيلي وكأنه بشكل كما قلت قاصد او غير قاصد يعطي طرف الاحتلال الاسرائيلي المظلة والتبرير للاستمرار في عملية العدوان على قطاع غزة انا كنت اتوقع كصحفي وكمراقب بان يقول وزير الخارجية المصري لها بانكم انتم احتلال والشعب الفلسطيني يقاوم بمعزل عن المسميات فتح او حماس او الجفة الشعبية لكن الاحتلال هو اساس المشكلة وعلى الاحتلال ان يزول هذا المهم في هذا الكلام هذا الموقف الذي اطلق لم يؤثر سلبا على الوساطة انا اعتقد يلقي بظلال سلبية ولا اعتقد انها ظلال ايجابية لان اليوم القاهرة عندما تريد ان تقف موقف الوسيط وموقف المحايد وتذهب باتجاه تصريحات سلبية باتجاه حركة حماس ومعبر رفع لا زال على حاله مغلقا او شبه مغلق اذا انا اعتقد الجو الذي يحيط نعم هذا الجو الذي يحيط بالفاعلين السياسيين الذين يجلسون للتفاوض يقلق ما بينهم نوع من انواع عدم الثقة او زعزعة الثقة لان من المفترض ان الطرف الفلسطيني باللاوع يذهب الى القاهرة وهو يشعر بانه يذهب الى عاصمة عربية وانه يتحدث الى وسيط من المفترض بالحد الادنى ان يكون محايدا واذا كان له موقف غير محايد فليس من الدبلوماسية ان يتحدث به امام الاعلام وفي اكبر محفل دولي امني في ميونيخ وبالتالي انا اعتقد ان هذه سقطة كانت من وزير الخارجية ازعم انها لم تكن موفقة وانه علقت بضلال سلبية على الاجواء العامة نريد ان نغادر هذه النقطة وهي بالتأكيد عدت عليها ايام الى موضوع اخر ضاغط قضية المساعدات ادخال المساعدات الوضع مأساوي جدا خصوصا في شمال قطاع غزة طبعا في الجنوب وباقي المناطق هو ليس افضل حالا لكن الاخبار الواردة من شمال قطاع غزة صادمة لانه المساعدات لا تدخل الى قطاع غزة نعم صحيح عندما تتحدث اليونسيف قبل 24 ساعة بان مستوى سوء التغذية لدى الاطفال وصل الى 90% تخيل ان 90% من اطفال غزة يعانون من سوء التغذية الامة المتحدة تتحدث على ان 25% من سكان قطاع غزة فقدوا اخر مدخراتهم الغذائية بمعنى انهم دخلوا مرحلة الجوع وهناك نسب اعلى فيما يتعلق بمرضى السرطان وهناك 11000 تخيل معي سيد محمد ان هناك 11000 بصاب هؤلاء يحتاجون الى علاج مكثف والى رعاية مكثفة في الوقت الذي يتم تدمير كل القطاع الطبي في قطاع غزة واخرها كان مجمع عناصر الطبي في مدينة خان يونس في المقابل حقيقة نرى معبر رفح تقريبا شبه مغلق لو انا اريد ان اعطيك رقما تخيل ان من بداية شهر هذا الشهر من بداية شباط واحد شباط الى عشرين شباط معدل الشاحنات التي دخلت خلال عشرين يوم تقريبا خمسمائة شاحنة الخمسمائة شاحنة في الوضع الطبيعي تدخل في يوم واحد اذا ما يدخل من معبر رفح هو لا يشكل نقطة في بحر احتياجات قطاع غزة وهذا يجعلنا حقيقة في الشهر الخامس من العدوان على قطاع غزة ان نثير التساؤل لماذا لا يفتح معبر رفح وهناك قرارا عربيا اسلاميا صدر في 11 نوفمبر الماضي في انعقاد الطارئ لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي في الرياض وكان قرارا واضحا طالب بشكل يعني لا يحتاج الى تفسير طالب بكسر الحصار وادخال المواد الغذائية والطبية والاغاثية فورا لكن اسرائيل ترفض الى البوابة رفح هي اصبحت الان اسرائيل ترفض يا سيدي اسرائيل طبيعا انها سترفض نعم اسرائيل طبعا اكيد اسرائيل سترفض لن ترحب بدخول الاغاثة لكن هذا المعبر هو معبر عربي معبر مصري معبر فلسطيني اذا على الطرف المصري ان يقوم به وهو محمي بقرار من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي اضف الى ذلك ان مصر ذات السيادة وصاحبة السيادة من موجباتها القانونية من موجباتها الاخلاقية ان تدخل المواد الاغاثية الى غزة سيقولهم بان اسرائيل ترفض فلترفض اسرائيل هذا شيء طبيعي لكن انا اقول لك وبموضوعية وباطمئنان ان مصر لو قررت ادخال الشاحنات لن تستطيع اسرائيل ان تقصفها ولن تستطيع ان تحول دون دخولها ان هذا يشكل نقاط اخرى على كل حال هناك كلام رسمي مصر انه مئات الشاحنات ستدخل او هي بانتظار ان تدخل الى قطاع غزة سنقرأ هذا الخبر حول العملية المهمة التي حصلت اليوم وايضا سنسألك عنها حيث قتل جندي اسرائيلي واصيب ثمانية ثلاثة منهم في حالة حرجة وثلاثة باصابات متوسطة وذلك في عملية اطلاق نار بطولية وقعت قرب مستوطنة معالي ادوميم وحاجز الزعيم العسكري شرقي القدس المحتلة وقال الاعلام الاسرائيلي لمنفذي العملية خرجوا من السيارة وبدأوا باطلاق النار باتجاه السيارات التي كانت تقف في زحمة سير في المكان واشار الاعلام الاسرائيلي لان احد المنفذين تعمد الاستدام باحد المركبات او احدى المركبات تسبب ذلك بازمة سير ثم ترجل المنفذون وفتحوا النار من بندقيتين ومسدس مراسلة الميادين افادت باستشادي اثنين من منفذين عملية القدس فيما اصيب الثالث اصابة خطرة واعتقل نعود لك دكتور احمد في اسطنبول ونسألك عن هذه العملية بهذا التكتيك وايضا هذا كيف ينعكس على العقلية الاسرائيلية سواء كان مجلس الحرب او هذه الحكومة المتطرفة او المستوطنين اول شيء سيد محمد ما جرى في جنوب مدينة القدس انا اعتقد انه هذا السياق الطبيعي الذي تعيش الضفة الغربية فالضفة الغربية قد يعتقد البعض بان الجريمة الاسرائيلية فقط ما وجودة في قطاع غزة لابد ان نؤكد بان ما يجري مستوى الجريمة التي تجري في الضفة الغربية حقيقة غير مسبوك نحن نتحدث عن قرابة 500 شهيد سقطوا في الضفة الغربية نتحدث عن قرابة 5000 جريح سقطوا في الضفة الغربية هناك 6000 معتقل في الضفة الغربية كل هذه الارقام هي بعد السبع من اكتوبر بمعنى ان الاحتلال الاسرائيلي ايضا يركز في انتهاكاته وعمليات القتل والجريمة المنظمة اصلا تجري كمان في ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية العملية هذه تأتي ردا على هذا السياق اللي هو السياق استثنائي في عمليات القتل وحتى عمليات القنص للاطفال في الضفة الغربية التوقيت السيدة محمد مهم جدا نحن نتحدث عن قرار أو على أقل توجه لدى بني ميناتينياهو بتبني مقترحات وزير الأمن القومة بن كفير بمنع أبناء الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى هذه واحدة والثانية منح حتى أبناء القدس وأبناء الفلسطيني محتلة عام 48 من من تقل أعمارهم عن الخمسين سنة من الدخول للمسجد الأقصى هذه العملية في مدينة القدس تحديدا أعتقد أنها رسالة مبكرة للاحتلال الإسرائيلي بأن الشعب الفلسطيني وأبناء الضفة الغربية لن يسمحوا بتمرير أجندة الأجندة الصهيونية أو بتمرير أجندة اليمين المتطرف على المسجد الأقصى ليتحول إلى إيقاف عملية التهويد التي يسعى إليها ويحاول أن يثبتها اليمين المتطرف أعتقد أن هذه يمكن أن تكون مؤشر ومن جانب آخر هذه العملية بلا شك ستترك أثرا على وزراء الكابنت أنفسهم لأن الشباك الإسرائيلي جهاز الأمن الداخلي وأيضا الجيش متخوفين من قرار أو توجهات بن كفير وبن يمين نتنياه وعلى اعتبار أن المسجد الأقصى في شهر رمضان هو يعتبر أحد معالم الوطنية والدينية للشعب الفلسطيني ومنعهم من الوصول في رمضان إليه سيؤجج البيئة الفلسطينية والبيئة العربية والإسلامية هذا الأمر بلا شك سيكون محل نقاش داخل أجزة الأمن الإسرائيلية بمعنى هل يمضون بما اقترحه بن كفير بمنع المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى أم يتراجعون ويعطون حرية العبادة للفلسطينيين ليصلوا إلى المسجد الأقصى بلا شك أن هذا حال من الجدل لأن في قراءتهم أن كل من الإجراءات قد يفضي إلى مفعيل سلبية في تقديرهم لكن ستكون إيجابية فيما تعلق بالتصعيد خصوصا وأن حركة المطاومة الإسلامية حماس كانت حاضرة بهذا المشهد تحديدا وحذرت من أي تصرف أو أن تكمل إسرائيل السير بهذا الاتجاه قضية منع المصلين والمسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى وممارسة الطقوصة الدينية في شهر رمضان وبالتالي نقطة خلافية ستكون على الكابينت وهذه العملية ستزيد مساحة الخلافة البينة ما بين الأجهزة الأمنية المتخوفة من منع المصلين وما بين اليمين المتطرف الذي يريد أن يستكمل المشهد عموما بمنع المسلمين من الوصول إلى المسجد الأقصى على قاعدة أن في خلفيته وفي قناعته وبرامجه هو الذهاب باتجاه تهويد المسجد الأقصى وهذا اليمين الذي قطع مسافة طويلة وقام بمجموعة من الإحداثيات دخل المسجد الأقصى قبل السبع من أكتوبر ولعل كان المسجد الأقصى كان وسيبقى هو من أحد معالم الصراع القائمة ما بين الفلسطينيين وعامة العرب والمسلمين في مواجهة اليمين المتطرف ومواجهة المشروع الصهيوني فيما يتعلق بالأماكن الدينية تحديدا في فلسطين طيب دكتور بمحور آخر نريد أن نسألك سياسيا على الصعيد الدولي خصوصا محكمة العدل الدولية نحن منذ أيام نستمع إلى كلمات من دول هي كلمات مهمة تحمل إسرائيل المسئولية كانت هناك كلمة أيضا للولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد كما هو كان متوقع من قبل الكثير صارت عكس التيار وكيف تقيم الكلمات وكيف أيضا تقيم أو تتوقع النتائج كيف ستكون على أي شكل هل ستحمل فعليا إسرائيل المسئولية عن كل هذه المآسي التي يعانيها الشعب الفلسطيني السياق محكمة العدل الدولية أستاذ محمد وياتي في سياق تجيش الرأي العام ضد الاحتلال هذه مسألة لابد أن ننتبه لها محكمة العدل الدولية الرأي الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الآثار السياسية والقانونية لوجود سلطة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مدينة القدس تحديدا هذا يبقى رأيا استشاريا لكنه تعبير عن احتجاج العالم وأعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة والدول فيما يتعلق باستمرار الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 67 وفي مدينة القدس أيضا هذا الاحتجاج بلا شك مهم والتوقيت أعتقد أنه مهم نحن نتحدث اليوم جزء من حالة التدافع والصراع السياسي مع الاحتلال ليست فقط في الجانب العسكري على أهميته ويشكر أصحربه لكن أيضا جانب الرأي العام وجانب الإعلام وجانب الضغط السياسي في المحافل الدولية وسيشكل رأي المحكمة العدل الدولية فيما تعلق بالرأي الاستشاري مقدمة مهمة فيما يتعلق بنظرها في ملف الإبادة الجماعية عندما تؤكد بأن الوجود الإسرائيلي على أراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس والضفة الغربية وقطاع غزة أنه يشكل احتلالاً وبأنه غير شرعي وأن كل المفاعل التي يقوم بها والتي يحاول أحياناً تغليفها بقوانين احتلالية عبر الكنيسة الإسرائيل وبأنها تعد باطلة وبأن وجود الاستيطاني هو يشكل أيضاً مفاعل باطلة للاحتلال هذا سيضع الاحتلال أمام الرأي العام في مأزق حقيقي ولفت انتباهي أستاذ محمد اليوم حقيقة كلمة المندوب الصيني المندوب الصيني كانت له كلمة لافتة اليوم عندما تحدث وقال بأن المقاومة الخشنة أو من حق الشعوب أن تقاوم الاحتلال وفقاً للقانون الدولي هذه مسألة مسألة ثانية أيضاً أضافها قال هنا وخاصة فيما يجري في فلسطين يجب أن نفرق ما بين الإرهاب وما بين المقاومة بمعنى أنه يقول ما يجري في فلسطين هو يتسق مع القانون الدولي وهو يشكل حالة شرعية وهذا مهم جداً نحن نتحدث عن دولة مثل الصين بوزنها النسبي في السياسة الدولية وهي أحد الصاعدين والذين يزاحمون الولايات المتحدة الأمريكية في العالم إذن هذا يمكن البناء عليه أعتقد أنها مقدمات جداً فيما يتعلق بالرأي العام وتصليب الرأي العام ووضع الاحتلال الإسرائيلي في الزاوية وبأنها هذه الدولة هي عبارة عن دولة احتلال دولة ماريقة دولة لا تحترم القانون الدولي ولا القيم الإنسانية ولا كل هذه المسائل ولعل المواقف الدول ومواقف المنظمات الدولية والوكالات الدولية والأمم المتحدة لم يتبقى طرف في العالم إلا وكان له موقف يدير الاحتلال الإسرائيلي أعتقد أن السياق هو سياق جيد وإيجابي هو سياق جيد أيضاً ويُفترض أن يكون ضغط على إسرائيل لكن هذه الأحاديث الإسرائيلية والتوجهات الإسرائيلية بخصوص شهر رمضان وأيضاً بخصوص عملية رفح لا تشيء هذه التحركات الإسرائيلية بأنه إسرائيل فعلياً تواجه تهديد أو ضغط سياسي هل هذا الفهم صحيح؟ هذه ملاحظة مهمة الاحتلال الإسرائيلي يعتبر نفسه كمن يعني اتهم بقتل عشرة فيقول فالأقتل عشرين يعني أصبحت قاتلاً بمعنى أنني أصبحت متهمة بالقتل فبالتالي يعني يذهب إلى مزيد من حالة الرعونة وحالة التبجح ويذهب باتجاه ارتكاب مزيد من عمليات القتل والمجازر لكن هذا الأمر حقيقة سيضع العالم في لحظة ما ما مفترق طرق ما يجري اليوم هو يسقط إذا استمر في فعله الاحتلال الإسرائيلي دون أي موقف حاسم من طرف العالم هذا سيسقط يعني خلن نسميها السلطة الأخلاقية سيسقط منظومة المنظومة الدولية التي قامت على القانون وقامت على الحقوق وستكون الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً هي الفاعل الأكبر والمتهم الأكبر في إسقاط هذه المنظومة بمعنى أن ما يجري في فلسطين إذا استمر ولم يخلق المجتمع الدولي وخاصة واشنطن كوابح لإيقافه والمنع هذه الإبادة إذن أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤسس لمجتمع دولي هو يتنصل من القوانين ومن القيم ومن المعايير وكأنها تقول أننا بدأنا مرحلة جديدة عنوانها هي القوي هو الذي يستطيع أن يحكم ندرك تماماً أن القوة هي فاعل أساسي في السياسة الدولية لكن كان على الأقل هناك حدود معينة ومراعاة للقوانين الدولية ومراعاة للقيم الإنسانية ما يجري في فلسطين اليوم تقريباً كل هذه القيم تنهار أمام فعل الإحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية مباشرة وهي ستتحمل عبء الدولي بعد ذلك لن تجرؤ واشنطن على أن تذهب إلى أي دولة في العالم من كانت روسيا أو الصين أو أي بلد تتحدث مع عن حقوق الإنسان والقيم القانون الدولي لأنها تؤسس لأن القوة هي الفاعل الأول والأخير وهذا أعتقد مهم جداً ويعطي رسالة حتى للفلسطينيين والعرب ولأطراف المقاومة في المنطقة بأن الفعل هو الذي يتقدم والفعل هو القادر على رسم مستقبل المنطقة لأن الاحتلال الإسرائيلي أزعم أنه يحاول إعادة رسم مستقبل القضية الفلسطينية وكل المتعلقين بالقضية الفلسطينية انطلاقاً من مدينة غزة نعم طيب دكتور اسمح لنا أن ننتقل إلى محور آخر خصوصاً إلى شمال فلسطين المحتلة جنوب لبنان سنتابع هذا التقرير حيث إلى جانب الصواريخ يحذر خبراء من استخدام حزب الله سلاح المسيرات في الشمال ومن تحوله إلى تهديد أكثر خطورة وتعقيداً لا سيما مع قدرات الحزب العسكرية الآخذة بالتطور نتابع التفاصيل مع منال إسماعيل حرب أدمغة يديرها حزب الله مقابل الجيش الإسرائيلي في الشمال حيث يظهر في هذه المعركة بحسب خبراء إسرائيليين قدرات جديدة وخطيرة بدءاً من الصواريخ المضادة للدروع مروراً بصواريخ بركان وفلق وصولاً إلى سلاح المسيرات الذي بات تهديداً لا يستهان به بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي يبدو أن حزب الله رتقى درجة في هذه المعركة من ناحية قدراته وإذا كانت الهجمة تحصل سابقاً عبر نيران صاروخية أو قذائف فهي اليوم تجري أيضاً عبر المسيرات التي نجح العشرات منها في تجاوز الحدود وتحقيق إصابات أكثر من مرة تقديرات الجيش الإسرائيلي التي تشير إلى امتلاك حزب الله ما يزيد على ألفين مسيرة مخصصة لأهداف التصوير والهجوم والاستطلاع قابلتها معطيات تفيد بنجاح عدد من هذه المسيرات بالوصول إلى أهدافها خلف الحدود قرب قوات الجيش الإسرائيلي ومنظومة القبة الحديدية من دون القدرة على كشفها أو إسقاطها أكثر من تسلل مسيرات جرى تفيدها في إسرائيل منذ بداية الحرب وفي الأيام الماضية نجح حزب الله في إدخال مسيرتين إلى الأراضي الإسرائيلية في الواقع هذه القطعة الصغيرة التي كانت ذات مرة ذخراً للجيش الإسرائيلي تحولت لتصبح إحدى القطع المفضلة لمنظمات معادية حزب الله استطاع تغلب على منظومات الكشف التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي للأسف بعد حادثتين سيئتين لمسيرتين لحزب الله تسللتا في الأيام الماضية ووصلتا إلى تبرية وعكة حيث لم تكتشفها أو تعترضا ومع تحول مسيرات حزب الله إلى تهديد متعدد الساحات أشد خطراً وتعقيداً يؤكد خبراء عدم وجود دفاع كامل ومحكم لدى الجيش الإسرائيلي مقابل هذه المسيرات ويحذرون من أن حزب الله بات يتمتع بقدرات أكبر بكثير من ناحية الحجم وقدرات الإطلاق قدرات تجعل مواجهته هذه المرة مختلفة عن سابقاتها منال إسماعيل الميادين بالعودة لك دكتور أحمد الحيلة في إسطنبول نريد أن نسأل عن باقي الجبهات وعن تأثيرها طبعاً بالإضافة إلى الميدان الرئيس في طوفان الأقصى غزة عن صمود أهالي غزة وأيضاً عن صمود المقاومة والآن المقاومة تخوض حرب أسطورية تحديداً في حي الزيتون وتلقن بحسب المعطاية طبعاً الاحتلال درساً بل هي من تلاحق قوات الاحتلال في بعض المناطق وبعض الشوارع في حي الزيتون هناك تصدي كبير وهناك إيلام وإجاع لإسرائيل في قطاع غزة ماذا عن باقي الجبهات ومنها جبهة جنوب لبنان يوم أمس كانت هناك تصريحات من المفترض وقحة الإعلامي والنفسي على قيادات الاحتلال صعب النائب محمد رعد يقول ما استخدمه هو الشيء البسيط بعض الأسلحة القديمة حتى لا تخرج من الخدمة هو ما مستخدم الآن ولعل هذا أستاذ محمد ما يجعل الاحتلال الإسرائيلي حذر في التعامل مع الجبهة اللبنانية فهو لحد اللحظة لا زال يتعامل مع قواعد الاشتباك التي رسمها حزب الله بالدم في جنوب لبنان هذه القواعد لم تأتي من فراغ وبالتالي الاحتلال يحاول بشكل أو بآخر أن يقلق حالة من الردع لصد حزب الله عن الفعل المقاوم بإسناد غزة ولعل الأسبوع الأخيرة لاحظنا أن مستوى التصعيد من طرف الاحتلال الإسرائيلي أخذ مدايات رفع فيها من سقف قواعد الاشتباك فعلى سبيل المثال آخر استهداف كان في منطقة الغازية جنوب صيدة وبالتالي هذا في مدى جغرافي في تغير نسبي قضية استهداف بعض المدنيين في جنوب لبنان أيضا هذا يحدث تغير نسبي نحن نتحدث عن مستوى الاشتباك الناري أيضا مرتفع مما يجعل قواعد الاشتباك ترتفع في مستوياتها لكن دون الوصول إلى الحرب الشاملة وهذه الحرب الشاملة أنا أعتقد الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن يكون هناك بعض الغزراء من يفكرون في هذه المسألة لكن الإدارة الأمريكية هي التي تشكل عادة حاجزا أمام تفكيرهم في الذهاب باتجاه لبنان بحرب شاملة لأن الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت في اليوم الأول من طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر لتنجد هذا الجيش أصبحت تدرك بأن هذا الجيش ليس باللياقة وليس بالقدرة التي تؤهل لأن يفتح جبهة في الجنوب مع قطاع غزة غير قادر على إنهائها أو تسكير ملفها بل على العكس الآن غزة تحولت إلى بؤرة استنزاف متواصلة وشديدة الاستنزاف في الوقت لهذا الاحتلال من المرجح أنه لن يكون قادرا على حسن معركة في الشمال وبالتالي الإدارة الأمريكية تحاول جاهدة لجم الاحتلال أو بعض الوزراء المتطرفين بما فيهم وزير الحرب جلانت للذهاب باتجاه لبنان إضافة إلا أن واشنطن حقيقة أستاذ محمد لديها قضية متعلقة بسياساتها الخارجية إضافة إلى شكها في قدرة الاحتلال الإسرائيل حسب المعركة وهي متعلقة بالسياسة الخارجية تجاه الصين وتجاه روسيا الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن أي رعونة من طرف الاحتلال وذهابه باتجاه مقامرة باتجاه لبنان وباتجاه الإقليم وفتح حرب شاملة هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستضطر مكرهة إلى أن تأتي إلى الشرق الأوسط بجيجها لتدافع عن الاحتلال الإسرائيل لأنها لا تثق بقدرتها على حسب المعركة وهذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقع في استنزاف تنتظرها روسيا والصين أن تغرق الولايات المتحدة بمستقع المنطقة بالضبط نعم بالضبط ولذلك لا زالت الاستراتيجية الأمريكية عينها على الصين أولا وروسيا وأن تتعامل مع قضايا الشرق الأوسط بمستويات منضبطة متناسقة ومتسقة مع نظرتها وستراتيجيتها في السياسة الدولية هذا الأمر مهم ولاحظ معي أن الإدارة الأمريكية بكل الزيارات إن كان على مستوى بلينكين أو بيرنز أو مكورك إلى المنطقة كلهم تقريبا يذهبون باتجاه ضرورة أن يبقى الفعل العسكري للاحتلال الإسرائيل مركزا على قطاع غزة وأن تم التصدي للبنان واليمن وفي العراق وفي سوريا أن يكون هذا التصدي يحول دون ذهاب إسرائيل بعيدا في الاشتباك لأن هذا يتناقض ويتعارض مع الأولوية المتعلقة بإنهاء الحالة في غزة لكن اليوم نحن نشهد أن الاحتلال الإسرائيلي غير قادر على الإنجاز في غزة وهو أيضا مستنزف في الجبهة اللبنانية ولذلك هذه البيئة هي التي دفعت حقيقة واشنطن والإدارة الأمريكية لأن تبحث عن كيفية إيجاد مخرج مع التأكيد بأن واشنطن لازلت عينها على القضاء على حركة حماس هذه مسألة حاسمة بالنسبة للإدارة الأمريكية مع الاحتلال الإسرائيلي ولذلك هي تريد أن تتخلص من حماس مع التعامل مع البيئة الموجودة البيئة الفلسطينية بطريقة تحاول أن تذهب في سياقات كما تتحدث عن الدولة الفلسطينية الغامضة هو حقيقة أن الوقت شرف على الانتهاء منذ عشرات السنوات بقيت أقل الدقيقة لكن هذا أيضا ما كنا نريد أن نسألك عنه هو التصور الأمريكي لقطاع غزة فيما تسميه بعد حركة حماس أو الحد من قدراتها هذا إلى أي حد يمكن أن يطبق فعليا على أرض الواقع أستاذ محمد التصور الأمريكي تصور غير واقع هو تصور حالم هي تحاول أن تستخدمه للضغط على الفلسطينيين وفي محاولة لإقناع الدول العربية لممارسة الضغط على الفلسطينيين لذهاب اتجاه ما يسمى بمخرج الدولة أو سلطة مدنية لإدارة قطاع غزة نحن اليوم أمام معركة عسكرية من يستطيع أن يثبت ويحدد المعالم في الميدان هو الذي يستطيع أن يرسم المستقبل واليوم يمكن القول بثقة بأن الاحتلال الإسرائيلي لم يستطع بل فشل في تحقيق أي تغيير حقيقي سوى الإبادة الجماعية وقت المدنيين أما عمل المستوى السياسي والعسكري فلا زال مستنزفا وغارقا في رمال قطاع غزة وأعتقد أن هذا يشكل حماية لإرادة الشعب الفلسطيني يمكن أن تتبلور لاحقا أن تكون انطلاقا من التفاهم الفلسطيني الفلسطيني برعاية عربية إذا توفر طبعا البيئة السياسية المناسبة لذلك شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد الحيلة الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني كنت معنا من اسطنبول بهذه الساعة من التغطية الشكر موصول لكم مشاهدينا في أمان الله اشتركوا في القناة